اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان تجربة مملكة البحرين الثرية في تمكين الشباب باتت مضرب مثل على المسا والاقليمي والعالمي بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يحرص على إيلاء مبادرات وبرامج تمكين الشباب أهمية مضاعفة العمل على تطوير قدرات ومهارات الشباب بشكل مستمر باعتبارهم نواة المستقبل الذين تقع على عاتقهم مواصلة بناء البحرين الحديثة وأشار سموه إلى أن تحقيق وزارة شؤون الشباب والرياضة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب عبر برنامجها صناعة النخبة وذلك ضمن جائزة التمييز الحكومي العربي التي أقيمت تحت مظلة جامعة الدول العربية بشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية هي دليل واضح على التطور الكبير في المبادرات والبرامج التي تقدم للشباب في مختلف الجوانب والتي تساهب في إعطائهم فرصة كبيرة في تحويل التحديات إلى فرص للانطلاقة بالعمل الشبابي البحريني إلى آفاق رحبة من التطور والنماء وليكون الشباب العنصر الأساسي في عملية التنمية وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب نجحت بامتياز في استكشاف مواطن القوة للشباب البحريني وعملت على تقويتها وتمكين الشباب عبر برامج نوعية بارزة تسهم في صقل مواهبهم الأمر الذي سهم في تخريج العديد من الكوادر الوطنية من الشباب التي تحمل قصص نجاح ملهمة تستحق التشجيع وإلقاء الضوء عليها مشيرا إلى أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها نحو تمكين الشباب وتصدير تجربتها إلى جميع دول العالم باعتبار تجربة البحرين من التجارب المتميزة على المستوى العالمي وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المجلس الأعلى لشباب والرياضة سيواصل مسيرته في وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تمكين الشباب البحريني وتحقيقهم لمختلف الإنجازات والبناء على ما تحقق للحركة الشبابية من مكتسبات كثيرة أبرزها التحول إلى اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية البحرينية وتصليد الضوء عليها مشيرا سموه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي ستثري تجربة البحرين الشبابية ومجالات تمكين الشباب وستعطي الشباب فرصا إضافية لإبراز قدراتهم ودورهم الحقيقي في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر